الزلابية ازاي بنعملها بالمربة هي بعد ما بتطلع من ايه مش بنحشيها ولكن من اديها غلاف من المربة فهنتفرج عليها دلوقتي ونشوف المقادير عبارة عن ايه معلقة كبيرة من الخميرة الفورية بنجيبهم وهنا هنستخدم النهاردة مربة انا عايزة بقى فيها مزازة اكتر مع النوع الشرقي ده اللي هو الزلابية فهتعمل ميكس حلو يعني اجربته قبل كده عاجبني جدا 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 هنستخدم مربة التوت الاسرق من بيتروك عندهم انواع كتير جدا من المربة هنستخدم النهاردة مربة التوت الاسرق وفيه عندهم نوعين اتنين اللي هو نوع القطع ونوع الكريمي احنا هنستخدم اللي هو الكريمي افضل هضربه نحط الزلابية فيه نديره تقليبة وبعدك نبدأ اللي احنا نقدرهم الهنة والشفا الطعام بتاعهم مميز جدا سكر مزبوط جدا في المربة عندهم فراية كتير جدا تقدر تختاري اللي حديك عايزاه من الطعم اللي انت اي ناسبك ممكن نحط مع الزلابية مش توت ممكن نحط اي حاجة مش مش تاني او ممكن نحط منجة فكل ده هيبام فيه طعم الزلابية دي اللي هنستخدمها مربة التوت مربة التوت قدام حضرتك من بيتروك دي اللي هنستخدمها في الزلابية خش بقى اول حاجة نعمل هخش عندي اول حاجة معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وبعد كده بقوم حط عندي معلقة صغيرة من الشربات الشربات التقيل البارد كلام جميل شوية مية دافية صغيرين والشربات التقيل البارد انت كده كده بتعمليه اول اصلا اول حاجة في الزلابية اول ما تبدأ اي بتقوم معلقة عليه مية دافية تدوب الخميرة كويس باشي اللي بقى خراس باشي اللي بقى خراس عايزها البسجرافزي والله عشان موضوع بحط دقيق ربع كيلو وبعد كده بقوم واحد عندي شوية نشا صغيرين يعني حوالي ربع كباية من النشا هتطم عليها عزين شوية دي تانية يا شباب اهو هاي هاي عندها اهو عشان بس والله سايبة شوية فمحتاجها شوية لا متحركش اهو 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 نبالك كعن اهو 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 محتاجة شوية دي صغيرين هدودت كله مع بعض اخوات هربطها بس بشوية دي وخلاص هتبقى زي الفل ان شاء الله معي هدقية هوا اهو من جيران اللي جنبنا مضينا هرا هيمة هيمة يا علامي اهو بس جي حوالي جي متاع كباية كده هدقية ولا حاجة هتوصبط معي الزلابية هتخليها زي الفل ان شاء الله ها 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 مرتبون دا متاع شيفي الدعاء السمنودي تحية كبيرة لشيف دعاء عشان ايه برضو ناخد بس شوية صغارين بس كده حلو قوي نجران لبعضيها برضو يعني في الاخر يعني ها شكرا كبشة خمين ذهي الفول هلو القامضة اوي لازم تزبط كده اهو تقص كده اهو عشان كده لبس الجرفز عشان اللي عادينا متاعات الزلابية بتوقع ليك ما شو ايه مش هم بتطلعش بسهولة فالموضوع كده سهل بالنسبة دي هسيبها عندي الحد ما تتخمر معي تزبط معي الدنيا وبعد كده وقت بنبدأ اللي احنا ايه نقطع عندنا في زيت يكون سخنة عندنا على النار علاقة صغيرة شوية زيت بولة بولة صغيرة هي مية شغالة والله برضو يعني نعم اهي يلا ما عندي لاش مشكلة يعني لو مية هجيب عندي العجينة اللي انا بخمرها وبلاش اهبطها تطلع منها الهوالين هشير كده زي ما حضراتكم كده شايفين وانا هبقد الزلابية هبوشين اتنين في الفرن لأ العجينة دي لأ مستحيل مستحيل انا اشتغل اللي انا اعملها بس بعد ما اتخمر فهيسيبها خمس دقائق بالزبط هتتخمر يا ماشا وتتروق ان شاء الله تكون ايه بس احطها هنا عشان تلحق تخمر معايا وبعد ما كده هقوم واخدها ونبدأ اللي احنا الاشتغل لان دي عادت فترة كبيرة جدا جدا برا مش اتاخرنا فخلينا في دي انا عشان قال اللي انا اعملها ان شاء الله على الهوال بازن الله ههوطيها واسيبها بالزبط حوالي جي ايه عشر دقائق كده او خمس دقائق على ما نطلع فاصل ونرجع ايه عايزة خمس دقائق كمان الزلابية ان شاء الله تشتغل معناتهم ازال فل سيبها عندي تخمر وبعد كده بنبدأ اللي احنا لاخدها حطها عندنا في زيت يكون طب بتحطها شب كومبا ودرابة بتحط لأ اي حاجة بس هي بتبع كده ازال فل ان شاء الله والزيت متاع الزلابية برضو خل بالك ما يبقاش سخن قوي يعني ما يبقاش بيطلع بيطلع دخان كده بالجنب بيطلع دخان بالجنب كده كده هتحرق الزلابية تمام الزيت السخن على الزلابية مش حلو لما بتيجي تعملي مثلا حاجة او تقليف اي بنيه لو لقيت الزيت بيطلع دخان يبقى كده لا ما ينفعش كده وصل درجة حرارة عالية جدا فبالتالي ما تيجي تعملي في دونالتس تعملي في زلابية تقلي في اي حاجة تقلي فيها هتلاقي على طول حرق الحاجة وتطلع من جوة مش مستوية خالص يعني على وشين اتنين طبعا هاخد الزلابية دي على وشين اتنين اهو تطلع هنا ايه تطلعها وبعد كده نقوم اخدينها عندنا التانية لا شاید تطلع 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 لازم من كل واحدة واحدة نقطي المعلاقة في طبق مياه بتلحها نص سوا بعد كيبا نزلة تاني الزيت عشان تاخد الرتوبة متاعة الجو بعد كيبا ما تنزل تطلع مقرمشة جدا عمرها ما تنشف منك هي فرق من الياه تمقق قرمشة وفرق اللي هي تنشف مياه ما بتنشفش هي بتبقى مقرمشة معايا فانا بتلحها بحط لها يعني بتلحها في الرتوبة متاعة الجو بعد كيبا نزلة تاني الزيت كلهم مع بعض حلو قوي كده بوصل لمرحلة لانا بعلي فيها الزيت ماشي الكلام الجميل ماشي ماشي اخد اللون الدهبي الجميل متاعا وبعلي النار على الاخر بقى ممكن بقى تديني فرصة كده اعمل تليها جمال ممكن ننزل مقادير تاني عمر جمال متاعة الزلابية اي معلقة كبيرة من الخميرة ولي اشغل المقادير معايا وبعد كده عندي معلقة كبيرة من السكر او الشرباطي فيه للبارد وبعد كده عندي الدقيق ربع كيلو وعند ربع كباية من النشا وبعد كده عندي شوية مية صغيرين بنبدأ اللي احنا نعجب بيهم الاول الخميرة والشرباط لوحدهم وبعد كده بنبدأ اللي احنا نحطها عندنا الدقيق والنشا وبعد كده لازم احنا بقدينا لازم نضرب كويس جدا العجينة بقدينا عشان حضرتك تطلع معايك مظبوطة جدا ومطلعها زي ما انت شايفة كده على مرتين يعني بتتسوية على مرتين اتنين خليباك دي اللي اعمل عليها والله الزلابية فبالتالي هي لازم اصلا تخمر اكتر عشان ما تعملش الحاجات اللي في الجنب دي فيها تلاقي كم واحدة كده بصي مطلعها ايه لا لو ايه تخمرت صح عمرها ما تعمل كده مستحيل بس هي طلعها مظبوطة او ما فاش اي حاجة خالص يعني هنا بقى المربط اللي الزلاب تطلع يدوبة بتتحط في الشرباط يدوبة تحط في الشرباط تقوم واخدها على طول ونقوم منزلها مربط التوت دي بص على الجمال هجيب مربط توت من بيتروك اهيت وتقوم يحطها في الزلابية فيها يا باشا ومقلبين حاجة بسطة جدا معلقة صغيرة اسمعها الاسوات هاي دي مصالصة دي مربة 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 لك انت حطها بسهلصة ولا ايه بس هي ونقدمها معلقة صغيرة بس من المربة بتتحط عليها بس يدوبة الفكرة انك تخديها هي بص دي بخلاص خدت اللون ده بهيت تقوم في الشرباط تطلعي على طول عشان الطعم الحلو فيها توقعي وقام مصبوط ويبقاش فيها سكر كتير اشتركوا في القناة